موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنجيب فيها بحول الله تعالى عن سؤال صار يتردد هل يقف المغرب من وراء التحركات المناهضة للجزائر والتي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى أسطوانة النظام الجزائر التي صارت مشروخة ومفضوحة ومكشوفة وملعونة ومعلومة لدى العام والخاص أن كل شيء يأتي من نقد من الخارج للجزائر فهو يقف وراءه المخزن المغربي حدث قبل تقرير للبنك العالمي قالوا وراها المخزن تجي انتقادات من منظمات حقوقية للجزائر وراها المخزن تجي أي تحركات حتى من طرف دول وراها المخزن يعني وصل هذا المخزن إلى درجة أن تحول إلى فوبيا لدى النظام الجزائر الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل الآن على ما قام به النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماريو روبيو الذي أرسل رسالة إلى الرئيس الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية بلينكين يطلب فيه من ضرورة تسليط عقوبات على الجزائر بسبب صفقاتها للتسليح مع روسيا الجزائر بدأت مباشرة وهذا الواضح بدأت أنها تفسر أن هذه الخطوة هي تتعلق بالمخزن المغربي كما يسمونه وأن المغرب هو الذي يقف وأن لوبي مغربي موجود في الولايات المتحدة هذا اللوبي جند أذى السيناتور وسيناتورات أخرين ومسؤولين آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية كي يستهدفوا الجزائر أولا وقبل كل شيء إن كان صحيح ما يقال أن المغرب لديه لوبي قوي في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا مدح للمغرب وليس ناقص لأن تأتي دولة وتنجح وتذهب إلى أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وتصنع لوبي وهذا اللوبي يتحرك في الكونغرس وربما في البيت الأبيض ويتحرك في الأحزاب خاصة الحزب الجمهوري والديمقراطي ويتحرك بهذه الطريقة من أجل الدفاع عن مصارح المغرب فأعتقد بأن هذا دليل قوة وليس دليل اتهام حتى لو كان ضد الجزائر حتى لو كان في هذا الأمر لأنه لو كانت الجزائر علاقتها عادية مع المغرب وأن الجزائر لا تمون البوليزاريو بهذه الطريقة ووصلت لحد السلاح نقول للمغرب عيب عليك عيب عليك تصنع في لوبي في أمريكا باش تضربتها تسهد في الجزائر ولكن الجزائر راه تدفع في الأموال وتصنع في لوبيهات في الدول الإفريقية ضد المغرب وحيث ما يتحرك المغرب إلا تتحرك الجزائر وتستعمل كل الوسائل ومن بينها المال من أجل استهداف واجتثاث أي تحركات مغربية في تلك المنطقة واش حلال عليكم أنتم حرام على المغرب هذه أول الأمر الثاني أين اللوبي الجزائري؟ هل يعقل أنه دولة مثل المغرب وتقولوا بأنها صنعة لوبي ودولة المغرب لا عندها نفط ولا عندها غاز ولا هي دولة غنية مثل الجزائر ينجح هو يدير لوبي في أمريكا ويدير لوبي في فرنسا ويدير لوبي هات في كثير من الدول في الدول الأوروبية والجزائر ما ديروالو وين روحتوا أنتم؟ هذا النظام اللي حبي هيمن على العالم يولي مؤثر وديبلوماسيته وراهي موجودة في كل المحافظ وما عنده شلوبي في أمريكا أنا نقول هذا لكم لأنه نظام يعتمد على واش؟ يعتمد على دبلوماسيين سرقين همهم بوطونهم يروحوا للديبلوماسية المهم يضرب الأموال باش يدير سكنه باش يدير ممتلكات وباش يخلي عائلته في تلك البلد هذا هو هدفهم ما كانش إلا من رحم ربك وقليل ما هم من الدبلوماسيين والسفراء والقناسلة من يتحركون من أجل مصلحة البلد بحكم تواجدي في أوروبا هذه السنين طويلة أنا لم أعثر يوما على دبلوماسي يفكر في مصلحة البلد هي عبارة عن وظيفة يستفيد منها ماديا يستغلها من أجل أنه يفتح لنفسه عائلته أفاق ويدير لزافرات النفسه هذا هو الواقع الدبلوماسي الجزائري من زوقوه من يكذبوه في حين الدبلوماسيين المغاربة عنده الأولوية الأولويات هي خدم قضية بلده وأهم قضية بالنسبة للدبلوماسية المغربية هي قضية الصحراء الغربية يعمل كل ما في وسعهم صناعة لوبيهات وما إلى ذلك في كل العالم من أجل هذه القضية لأن هذه القضية فيها مسارين أولا حسمها داخلية في هذه الأراضي اللي تقول الجزائر المحتلة والبوليزاريو والمغربي يقول راهي أقليم جنوبية الحسم داخل عن طريق الصحراويين وعن طريق المجتمع المدني الحسم الثاني عن طريق الأمم المتحدة هذا عن طريق الأمم المتحدة الذي يتحقق عبر الدول عبر الدول من خلال كسب تأييد الدول والاعترافات من الدول وهكذا هذا هو يعمل على المحورين ولكن لهذا يقتضي ضرورة صناعة لوبيهات الجزائر حتى في فرنسا اللي عندها ملايين من الجائل الجزائرية وفيها الكثير جدا نسبة كبيرة من الجزائريين مزدوجي الجنسية هو مواطن فرنسي وفي نفس الوقت مواطن جزائري ولم تستطيع أن تصنع لوبي واحد لها في فرنسا يجمع الجزائريين ويحولهم إلى ورقة ضغط في المناسبات الانتخابية راح يروح يديرونك في أمريكا المهم خرجت علينا واحد الموقع وهو موقع تياسة كي تشاهدوا في الصورة هذا الموقع مقرب من الدوائر الأمنية تحدث من أنه قالت بأنه جماعات الضغط المؤيدة المغرب عادت للتحرك في إطار الضغط على الجزائر وتكلموا على السيناتور الجمهوري الأمريكي قالوا بأنه معروف بأفعاله التي يقوم بها نيابة عن المملكة المغربية حيث أنه اتهم الجزائر ودعا إلى فرض عقوبات عليها ثم قالت أيضا أنه هذا السيناتور روبيو معروف بضغطه من أجل المغرب وأنه يعمل جنب إلى جنب مع سيناتور آخر وهو تيد كروز وكانت لديهم أنشطة مدفوعة من قبل الحكومة المغربية وما إلى ذلك من هذه الاتهامات الواردة في هذا الموعد يعني قبل ما توجه هذه الاتهامات يعني والله وصلتوا النظام وصل إلى درجة السخر يا حكام الجزائر أنتم صنفين المغرب كعدو كلاسيكي جاء على لسان شنجريح لكل واحد وهو في المنصب انتعوه من الجندي البسيط إلى ما أعلم مهمة شريفة الدفاع عن الحدود انتعونا ضد الإرهاب ضد المهربين وضد حتى عدو كلاسيكي وتتعاملون إعلاميا مع المغرب أنه عدو ومصنفين في كل شيء وعندما يحدث أي موقف من طرف دول مباشرة أنه هذا العدو تحاولوا تصوروه أنه يتعامر عليكم خلاص أنتم هذركم صنفين عدو بدل أنه تبدأ تولولوا كالنسوان مع احترامنا للنساء في المآتم تحركوا تعملوا بهات أنتم أين الأموال اللي صرفتوها على السفارة الجزائرية في واشنطن سفراء ثم تصرفوا عليهم في الملايين وليومنا هذا ما صنعوش لوبي ولا صنعوا لوبي ولوبي فاشل لوبي فاشل بمعنى الكلمة يعني بهذا أنتم تستخيفون بالجزائر وطيحوا لها قيمتها إلى أبعد الحدود يعني وصلت الدرجة أنها خايفة على رأسها في حين المغرب راه يصنع في لوبيهات حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وذا واضح وذا واضح المغرب لديه علاقات مع إسرائيل وإسرائيل هي تعتبر أكبر دولة في العالم عندها لوبيهات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه اللوبيهات راهي في خدمة الأجندة المغربية واضح واضح هذه ما تحكي فيها ما تزيد فيها والمغرب راه يحكي فيها عادي وأنه عنده مشروع استراتيجي وشراكة استراتيجية مع إسرائيل وعنده شراكة استراتيجية أيضا كحليف استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وانجح عبر هذه اللوبيهات أن أوصل ترامب أن أعلن لأول مرة في التاريخ اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وهذا قرار ليس لإدارة ترامب بل للدولة العامقة في الولايات المتحدة الأمريكية أمر آخر اللوبيهات المغربية الموجودة في إسبانيا أوصلت إسبانيا التي هي المحتل السابق للصحراء الغربية إلى الاعتراف بمغربية الصحراء والجزائر ماذا تفعل؟ الجزائر هذه اللي مخذى هذه المعركة كمعركتها ومخذى قضية أمن قومي جزائري والرحلية أنتم اللي تطرحوا في هذا الطرح أما بالنسبة لينا أن هذه قضية خارجية رهي مطروحة الأمم المتحدة لا نرهل ندب نموسيتي عليها لنضيع أموالي من أجلها وهؤلاء الناس اللي متواجدوا على أرضي راني نعطيهم اللجوء ونخليهم يعيشوا والبوليزار يتحل المشاكلها مع المغرب هذا هو الطرح المتوازن والطرح المعتدل البعيد عن تضييع المصالح ضمن صراع الجزائر اللي خسر فيه الجزائر اللي خسر فيه وهذا هو الرواب إذن التحركات اللي قام بها هذا السيناتر اعتبروها أنه لوبي مغربي يحرر أنا قلتها لكم من قبل الجزائر مقبلة على هزات كبرى الآن هذه الخطوة من طرف هذا السيناتر اللي هو جمهوري في حالة عودة الحزب الجمهوري إلى الحكم وخاصة إذا عاد ترام رايح تكون هناك قرارات مزلزلة للنظام الجزائري واذكروا كلامي جيدا ولا أستبعد قاعدة عسكرية أمريكية في هذه المناطق اللي تسموا فيها أنتم مناطق محررة ولا أستبعد هذا واتخذها ترام وإذا جاء واحد آخر بدعم من ترام فهي المسألة نفسها أيضا أمر آخر الأمر لن يقتصر على هذا ظهور هؤلاء النواب وربما يظهروا آخرين وكذا ويطالبوا بأشياء في ظل أزمة كبيرة بين الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ظل هذا الوضع وسيزداد الأمر سوءا في حالة نجحت بعض الدوائر في ترحيل بوتين من الحكم وهذا هو الأرجح ربما الذي يحدث في عام 2023 لأنه حتى داخل روسيا هناك صراعات كبيرة على هذه الورطة وهذا المستنقع اللي وقع فيه الاتحاد الروسي في أوكرانيا الاتحاد السوفيتي من قبل في أفغانستان أدت به إلى تفكك الاتحاد السوفيتي هذا المستنقع أيضا تخوفات من بعض الدوائر في روسيا أنه سيكون أيضا ضربة أخرى تؤدي إلى تفكك الاتحاد الروسي هذا هو الواقع في هذه الحالة سيبقى النظام الجزائري عاري بعدما غرق إلى أبعد الحدود مع روسيا ثم خسر بعض الدوائر الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يعني زيد قوله أنه كده بلينكين كيلتقى مع تبون وبعد انشر هذه الكلام تعتبون ليسجلهونه وبدون أي استئذان من رئاسة الجزائر زيدوا قوله دارها المغرب وزيدوا المواقف الأخرى لدارها المغرب وكذا 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 المرحلة القادمة أذكروا كلامي جيدا مرحلة التصعيد الإعلامي ثم التصعيد الحقوقي الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بمسألة حقوق الإنسان وقبل ما يأتي بلينكين مباشرة تنزربوا وطلقوا بعض مساجين الرأي الولايات المتحدة الأمريكية ستتجه نحو الضغط الحقوقي على الجزائر لأن الجزائر ملغومة بهذا الملف وشفنا هذه الفتاعة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان راه تحدثت وضربت مثل بالجزائر ضمن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان سيد قولوا هذه الشراهات المغرب توقفوا يا حكام الجزائر يا صناع القرار في الجزائر توقفوا عن هذه الأسطوانة السخيفة في كل شيء يحدث مباشرة تعلقوها شرور في عنق المغرب وبعد ذلك لا تتحملون أنتم المسؤولية إذا نجح المغرب في صناعة لوبي في أمريكا وأنتم لم تنجحوا هنا حاسبوا أنفسكم رغم أن المغرب من المفروض ماهوش دولة عدوة رهي دولة جارة ورن دولة كلنا في إطار مغاربي إذا نجح المغرب في صناعة لوبيهات في أمريكا والجزائر صناعة لوبيهات في أغدوة أخرى من المفروض يحدث تكامل من أجل مصالح المنطقة ومصالح الجزائر والمغرب ولكن للأسف بسبب هذا الصراع المفتعل والمصطنع والمخترع والمدفوع والمأجور من طرف جنرالات في النظام الجزائري ها هي حولت هذه اللبيهات بدل أن تستغل من أجل خدمة الصالح العام في المنطقة المغاربية وخدمة الشعوب المغاربية راحت الآن راهي تدخل في هذه إطار الصراع أمر آخر أنه هذا راهي تحدث على قضية صفقة حدثت أنت أسلحة بسبعة مليارات دولار حدثت مع روسيا والآن الغرب في صراع مع روسيا هل هذه كذبة؟ هذه حقيقة والآن الدول الغربية تتع تشوف أي دولة ارتمت في أحضان روسيا رايح تصنفها في إطار الدول التي إذا لم تكن من خصوم أمريكا ولن تشرفها طبعاً من أمريكا أنها تحط النظام الجزائري خصم لها لا أي تحط خدام انتع خصمها اللي يتمثل في روسيا هذا هو هذا هو الوقت إذن حكاية هذه اللوبيهات من حقه المغرب يدير اللوبيهات حتى في كوكب زحل والعيب عليكم أنتم إذا ما درتوش اللوبيهات في كوكب الزهرة وكواكم أخرى وسبقتوا هنا المسألة ما تجي توقفون على أنكم دائماً تحولوا الجزائر إلى دولة ضعيفة وهشة تتلقى في الصفعات وأنتم تبكون وتصع مآتم قتل جزائريين في حادث الشاحنات والولت 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 وماذا فعلتم لا شيء هددتم المغرب ورفعتم للتصعيد وحشدت القوات هيجات قرصة أذن للنظام الجزائري هما سحبوا القوات وبعد ذلك سكتوا أمر آخر أنهم كانوا حابين يديروا قمة عربية من غير حضور المغرب وضربوا منا ضربوا منا ضربوا منا ورزخوا وأرسلوا دعوة إلى المغرب بل صار مصير هذه القمة مرهونة بحضور المغرب ومشاركته يعني بالله عليكم الجزائر ما عندها علاقات قوية مع دوائر معينة في الدول العربية ولا أي شيء حتى ما وقعها في فرنسا فقدتها نعم فقدتها وصارت سياستها مع فرنسا ليس بما يخدم المصلحة العامة ومصالح الجزائرين بل فقط من أجل ما يكون نكاية في المغرب في قضية الصحراء وفي قضايا أخرى هذا هو اللي يجب أنتم الآن كي سيناتور تحدث على هذا العمر معناها هذه رأي فكرة ما قعدشة السيناتور هذا راقد في داره الكي سيدو تفكر حاجة ولا قرأ هكذا دور في الفيسبوك وتويتر لقى هذه الحكاية دار عليها رسالة لا هذه رأي دارت في دوائر هذه الدوائر هي العميقة الحزب الجمهوري عنده دوائر العميقة في وسط الأجهزة الحزب الديمقراطي نفس الشيء وهؤلاء لا يتحركون إلا إذا دار هذه الدوائر المعينة بينها شيء يبدأ التمهيد ليه وهذا تمهيد إلى خطوات كبيرة الجزائر ستدفع ثمنها عندما قلت لكم بأنه قضية البوليزاريو الجزائر خسرت عليها مليارات والآن الجزائر راح تخسر مصالحها وتفقد حلفاءها فقدت حلفاءها في العالم العربي والآن في الغرب حتى قضية الغاز إذا كان نظام الجزائري يراهن على أن الغاز سيتحول إلى سلاع يجبر الدول الغربية والدول العالم على الرضوخ إلى المخطط الجزائري فهو نظام واهم وغبي لأن الشركات الغربية هي التي تنقب على هذا النفط وأيضا ملفات كبيرة والله لو يحركوا ملف واحد على ولد مسؤول موجود في أحد الدول الأوروبية لعرضخوا النظام كله لأنه نظام يحكمه ناس فازدين وعندهم ملفات سوداء وطبيض أمواله علاقات مشبوهة وصور وفيديوهات وحكايات كثيرة يعني مستحيل أنه يستطيع يرفع رأسه ضد هذا أو ذلك القول بأنه لوبي مغربي في أمريكا هو اللي صنع هذا الشيء ما جبته الجديد اللوبي المغربي عنده مدة هو يتحرك في واشنطن وفي نيويورك وفي فلوريدا وفي كبرى المدن والولايات الأمريكية من أجل صناعة رأي عام لصالح المغرب في قضية الصحراء وقد توج بذلك في قرار تاريخي ولم تكن نزوة عابرة ولا تغريدة من ترامب هذا قرار عميق ويكفي أنه بايدن لم يتراجع عن الأمر بل أنه حتى إدارة بايدن اتهمت الجزائر من خلال بيان سابق للبيت الأبيض أن الجزائر طرف في نزاع الصحراء وهو الواقع ما جابوش اجديد القول هذا ويتم ترديد بهذه المسألة أعتقد دليل على ضعف الدولة وطبعا النظام ضعيف نظام هج نظام اللي ملقاش وسيلة يتعامل مع شعبه إلا عبر السجون المعتقلات وقوائم الإرهاب والملاحقات في رأيكم يستطيع يتعامل مع قوى كبرى يستطيع أن يصنع اللوبيهات اللوبيهات كيف تصنع؟ تصنع عن طريق ثقة في هذه الدولة معناها دوائر خفية تتعامل لكن مع من تتعامل؟ يوميا أنتم تغيروا في مسؤولية المخابرات جنرالات تباعني يروحوا للسجون أي أعطيني دائرة معينة في جهاز استخبارات عالمي يمكن أن تثق في النظام الجزائري وفي الاستخبارات الجزائرية وتتعامل معها أنت اليوم جنرال غدوة يخرج عليه الخبر راهوا راح للحبس وراهوا راح للحبس وحولوا سجن الجنرالات كما ذكرت على الخدمة الوطنية لزاري يا أنت على أعارف بأن سجن جنرال راهوا هزة كبيرة على مستوى أعلى هرم السلطة والنظام برمته لذلك قبل أن تفكر في سجن جنرال تفكر في عواقبها وقبل أن تصل إلى هذه المرحلة خلي الأجهزة النظيفة عين الناس النظاف ما تشتعين الناس المنطخين والمسخين والناس اللي ينهبوا حتى اللامبولات من الكازارنات توصلهم الدرجة الجنرالات بينسير يسرقوا وجينهار تضطر على تلك الصرقة تديه للحبس وتعتبر هذه ضربة كبيرة للدولة الأجهزة الأمنية العالمية ما تستطيع تتعامل مع أجهزة كل يوم تعينه البارحة الجنرال فلان روحاك من الأمن الداخلي بعد أديه الأمن الخارجي بعد تم إقالته بعدها هم نحولوا الباسبور حطوه تحت التحقيق بعد جيب واحد كان في الحبس جبارة مهنة كان في الحبس وزارة الديفع دارت عليه بيان أنه يبيض في الأموال الآن حاكم الأمن الخارجي في رأيكم الأجهزة العالمية يمكن أن تتعامل مع جبارة مهنة ما يتفيقش فيه هيا خليني من الأجهزة اللوبيهات اللي يمكن أنه تحققها يمكن أن يتعاملوا مع جهاز المخابرات الجزائري ترام الجزائريين ولا يستطيع أن يفقوا فيهم اتصل جهاز الأمن الخارجي في جزائريين من أجل حكاية لم الشمل وغدر بيهم رغم أن الجزائريين أبدوا استعدادهم في المساعدة من أجل لم الشمل الجزائريين وغدر بيهم من دون أي شيء والسبب أنه حدث انقلاب على الجنيرالات اللي كانوا يديروا في الحكاية هذه ومصرحية وانتهت ولا شيء من هذا القبيل مصرحية وخلاص وانتهت من دون النظر إلى عواقبها واقع الجزائر لا يستطيع أن يصنع لوبيهات والمال مهما توفر لا يمكن أن يصنع لوبيهات فيه دول دات الأموال من عند الجزائر وبعد انقلبت عليها لأنه لا يتم صناعة لوبيهات حقيقية بل مجرد بيزنس ويمر مرور الكرة دولة مثل الجزائر دولة لديها مفط وغاز وثروات طائلة ما عندهاش لوبي في أمريكا يدافع على مصالحها أنا لست من أولئك الذين يشجعون أن ينصنع لوبي في أمريكا باش يضرب المغرب ولا المغرب يصنع لوبي في أمريكا باش يضرب الجزائر أنا لا أعتقد أن المغرب يعمل في هذا الإطار المغرب يعمل في إطار صناعة لوبيهات من أجل حسم قضية الصحراء الجزائر طرى أي أمر يسير في طريق وطبعا النظام الجزائري يسير في طريق حسم قضية السحراء هو استهداف للجزائر وهذه هي الورطة اللي يورط فيها النظام الجزائر والجزائريين عبر هذه القضية قضية البوليزاري سواء عادلة أو مش عادلة لا يعنيني هذا الأمر يعنيني الدولة عندما تتعامل مع أي قضايا تتعامل بمنطق المصالح بمنطق المصالح الجزائر يجوا يصرحوا في حواج ضد إسرائيل ويجيبوا محمود عباس ويحرضوا الإعلام ضد إسرائيل وكذا وكذا ومحمود عباس يروح يضرب شيك ب100 مليون ويضربها بصهراء مع وزير الدفاع يربح في إسرائيل ويربح في أمريكا ويربح في الدول الأخرى والجزائر ربح تلعب مع إسرائيل من أجل هؤلاء اللي هما أصلا باعوا القضية ويتاجروا بها بأي طرق كانت إلا من رحمة ربك طبعا لا أعممها الجزائر سياستها الخارجية بائسة بسبب فاسدين متربعين ونقى على عرش الخارجية وعلى عرش الأجهزة الأمنية ويتوارثوا في هذا الفساد وهذا الاستبداد ويتوارثوا في النهب الحقيقي عندما يكون عندنا مسؤولين أمنيين همهم مصالح الجزائر حينها ممكن أن نصنع لبيهات أنا أتمنى أن الجزائر عندها لبيه في أمريكا والمغرب وهذه اللي بها تتعاون من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر ومصالح المغرب ومصالح تونس ومصالح المنطقة كلها وليبيا وموريطانيا لكن للأسف الصراع بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء أضر بالمنطقة وأضر بالدولة وأضر أكثر بالجزائر المغرب رأي يقول قضيتي يصرف عليها الموال من حقه ويعطي المال من حقه ويدير كل شيء من حقه لأنه يقول قضيتي وهذه أرضي الجزائر تقول لا هذه ما هيش قضيتي هذه قضية البوليزاريو وهذه قضية عادلة وكذا وكذا وهي تصرف عليها في الأموال وتعطي في السلاح وكذا وكذا لا إذا كان أعطيت المال والسلاح نقول قضيتي نقول قضيتي ونتحدى العالم ولا ما نتعاملش معها بهذا المنطق نتعامل معها كما تتعامل موريطانيا ما وقف ديبلوماسي وانتهى الأمر لا تعطي السلاح لا تعطي المال لا تعطي شيء هكذا تكون ووفق المنطق القانون الدولي نتعامل وفق القانون الدولي أما نبكي على الشرعية الدولية والأمم المتحدة أعطيني قضية يعني تعاملت معها الأمم المتحدة واستطعت أن تحل إجمالا لما قلناه أنه هذه الأسطوانة أنه المغرب دير لوبي وهذا اللوبي يستهدف في الجزائر أعتقد بأنه تعبير فقط على فشل النظام النظام خائب وفشل لا يعقل أن أمريكا هي القوة العظمى والجزائر الآن ما عند هنوبهات هناك أموال طائلة تصرف هناك على واش؟ على الصهرات والكسيدون وعلى أشياء أعرف لساني عن ذكرها هكذا وشي قوموا دبلوماسيين والسفراء والمسؤولين هذن فقط في أمريكا وفي فرنسا وفي غيرها من أجل صهرات الماجنة وما إلى ذلك من هذه الأمور على حساب مصالح البلد ومصالح الدولة وقضاياها مش قضايا الآخرين التي تدفع الجزائر ثمن من دون أن تفكر يوما ما الذي ستجنيه من هذه الأثمان الباهظة التي تدفعها من أجل قضايا الآخرين لا لشيء إلا بغريزة متجذرة في نظام العسكر هي العداء للمغرب وفوبيا ضد هذا البلد الجار هذا البلد الجار يا ما يحدث ره منكر ره منكر بمعنى الكلمة هناك طرق كثيرة يمكن حل هذه القضية بصفة نهائية وبدل أن تتجي هذه الدول للتنمية والتعاون وصناعة قوة مغاربية لمواجهة التحديات القادمة التي ستتحول إلى صراع بين الكينات أوروبا عندها الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية عندها مجلس تعاون الخليجي وفيها دول أخرى يتصنع في كينات جديدة من أجل مواجهة هذه التحديات والجزائر والنظام الجزائري تحديداً لا هم له إلا بتمزيق الوحدة المغاربية وخلق الكراهية بين الشعوب لا لشيء إلا لتصفية حسابات الستينات والسبعينات مع المغرب الناس اللي صنعوا هذه الأزمات مضوا إلى ربهم بما لهم وما عليهم ونحن كأجيال جديدة وزالنا للأجيال القادمة قلنا دفعنا الثمن وستدفع الأجيال القادمة الثمن أكبر لأن القادم يا جزائريين أسوأ مما يمكن تخيله قضية البوليزاريو عن هذه القوى قضية انفصالية والجزائر تدعم هذه القضية الانفصالية في نظر هذه القوى وهذه القوى بدأت تتجه نحو أنه لا حل لهذه القضية إلا بالضغط على الجزائر والضغط على الجزائر هاه بدأ بالمطالبة بتسليط العقوبات عليها وستتطور إلى كشف ملفات عبر وسائل الإعلام وقد تتطور أكثر إلى دعم حركات انفصالية داخل الجزائر وتلك الطامة الكبرى والقاسمة التي ستقسم ظهر الجزائريين لا قدر له نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد